أحبا تشارككم بطريقتي لوصفة مربى الدراء هيدا النوع من الفاكهة احنا ببلادنا خاصة اهل لبنان بنسميها الدراء وبعتقد في بعض بلاد الشام بيسموها نفسنا انتو شو بتسموها هيدا حسب عدادكم ببلادكم هيدا المربى كتير مميز بنكهته وبطعمته انا بحب لما بشارككم وصفاتنا او طريقتنا هي مش بس وصفة مربى فيها كمان اعادة تدوير اشر هيدا الفاكهة انا ما برميه ابدا بعد ما غسلتها كتير كويس هيدا المطربان الزيادية اللي شمعنا انا بحط معاها الورد المحمد الناشف والمستكا وهيدي القشور بعد ما نشفتها كتير كويس بطحنة وبحطها من ضمن خلطة المربى لتعزيز النكهة والطعم لانه حرام ترموها تقدروا تضيفوها مع اي شراب تعملوا منها نكهة شراب الدراء بتقدروا تعملوها سيراب بتقدروا تعملوها بالحلويات للكيكات تعملوا اي كيكة بيضة وتحطوا من هيدا القشور وتحشوها مربى نكهتها وطعمتها كتير طيبة وحرام نرميها اول شي انا جهازت هايدي فيكهة الدراء غسلت كل حبة هلا اذا لقيتوها بالوبر على اشرتها من برة او بدون وبر هيدا ما بيأسر هي نفس الاسم هايدي البزور فيكن ترموها خلاص عادي انا بنشفها ولما بنشوي لحمة بحب ارميها بالفحم بتعطي ريحة طيبة اطعوهن الشكل اللي بتكون ياه بعد ما اشرتون ما برمي لقشور ابدا وبقطعوهن بهيدا الطريقة شايفين كيف منجهز كل حبات الدراء بهيدا الطريقة وبكملوهن هيك وبحطوهن على جنب عندي بيجات لخلص كل الحبات في ناس بتقطعوهن مربعات انا بحب قطعوهن هيكي بتكون حبتوهن واضحة عنا بالمربع وصاروا عندي جاهزين والقشور بحطه على صنية صواني كبيرة وبفردوهن وبوزعوهن وهيدي البزور بنشفها وهلا عندي الدراء بعد ما قطعتوهن صاروا جاهزين شايفين القشور بس تنشف عنا انا كنت عاملة من قبل كمية حرام ترموها لان طعمتها ورحتها كتير طيب بالنسبة للسكر متل ما بتكون كيلو دراء نص كيلو سكر ثلاثة ربع كيلو سكر كيلو سكر هيدا كله ما بيأثر حسب زاوكم انا بحط لهم كيلو دراء كيلو سكر وبقلبهم بمعلقة مسطحة فنسبة السكر عزاوكم والبديل للسكر بتكون سكر طبيعي فيه سكر الارغانيك الطبيعي سكر الفواكه فيه سكر فواكه موجود بالجمعيات كمان او بكل السوبر ماركت تقدروا تستخدمه هلأ الكيلو دراء بده عصرة ليموني منحط قبل بيوم بالليل انا رح انقعهم المساء بالسكر وبحطوا عليهم عصير نص ليموني وهيدي القشور بعد يومين ثلاثة عندي بتكون نشفت كل يوم قلبوهم مرتين ثلاثة باليوم عشان مايرطبوا على بعض وبينشفوا عنكم دغرب ما بدون شمس على طالة المطبخ عنكم وبينشفوا اذا قلبتوهم ما تركتوهم يرطبوا على بعض فبينشفوا عنكم كتير كويس وبطحنهم انا كان عندي كميات دايما لما بعمل منه هيدا الوصفة الدراء مربا ما بكي بالقشور ابن الشفا وبطحنه وهلأ رح استخدمها لتعزيزنك هيد المربا ورح نجهز كم حبة مستكا على حسب كمية وزن الدراء عنكم يعني الكيلو بدو شي ست سبع حبات مستكا لايكوا تاني يوم عندي الدراء كيف طلع هيدا العصير اللي فيه بتقلبوهم يعني حتى لو حطيتوهم بالتلاج حاولوا انكم تقلبوهم مرة جهزنا الورد المحمدي وجهزنا المستكا رح نطحنها مع رشة سكر وهيدي قشور فاكهة الدراء كمان طحنطة صارت عندي جاهزة ريحتها كتير حلبي انا عم بحكي لكم عشان لو عملتو متر ملق شور وتحطوه بالمربا مرة تانية شوفوا صوتهم كيف خلاص هلأ صاروا عندي نشفين من هيدا الفاكهة وانا بنشف اللي عليهم وبر او بدون وبر ما برميهم ابدا فيكن تحطوهم لاي خلطة بسكوت لخلطة كريمة متل ما بتكون هلأ عم نحط الدراء مع الشراب يلي نقعتونا قبل يوم شايفين كثافة الشراب اللي فيه بالطنجرة ومنبدأ بدنا نجهز نعمل المربا على النار منحط كل الكمية ليكوا لونوا ونشو حلو كمان انا بحبي هيدا الطريقة تكون حبة الدراء مقطع واذا بتكون تهرسوه بتقدره بس ما في داعي يعني حالاتو انه نحس فيه هلأ الورد لازم تشيلوا منه هيدا العروق الخضر اليابسي ومنطحن الورقات ومنحطهم رح حط للكيلو مربا من القشور اذا توفرت عنكن شي معلقتين ونص طعام تعطي نكهة كتير طيب ورح نطحن المستكا ونضيفه ورقات الورد طحنتهم شي معلقة صغيرة يعني الكيلو مربا دراء بدو شي اربع حبات ورد محمدي منطحن الورقات ومنحطهم فتخيلوا انتو الريحة والنكهة العطرية لهيدا المربا من الورد ومن المستكا ومن قشور فاكهة الدراء فدايما حاولوا انكم ما تكونوا تقليديين انو بس انتم كمان ابحثوا عن اعادة التدوير انو احنا كيف نستفيد من هيدا القشور ما نرميها ابدا لما قلبتوا اندقتن فانا زودت لهم فصارت الكمية للكيلو شي معلقتين طعام ونص من قشور فاكهة الدراء بيعطيها طعم كتير طيب مع الورد المحمد المطحون الورد الناشف ومع المستكا لانو اكتير عالم لما يجي يعملوا المربيات بس بيحطوا فانيليا والفاكهة والسكر هلأ بلشوا يغلوا عندي منحط للكيلو نص عصرة الليمون التانية فهايك بتكون نسبة الليمون عنا صارت عصرة حبة للكيلو الدراء وانتو حسب قديس جاهزتو منخفف النار هلأ بدنبلشوا يعملوا هاي در رغوة البيضة حطيت نص معلقة صغيرة زبدة للكيلو مربا الزبدة ما رح تلغي الرغوة عن المربا ابدا بس بتخليها تقل وتنكمش وتتحول لمادة لزجة على وش المربا بسهولة منقدر انشيلها بتريحكن احسن ما تضلكن انتو عم تشيلوها من اول المربا رح تشوفوها هلأ بس يقرب يستوي على نص الاستوي تقريبا تلاقوا الرغوة تحولت لمادة لزجة وجمعت على اطراف الطنجرة من جوه دايما حركوا السكر على اطراف الطنجرة ما تخلوه يجمع بالطنجرة من جوه شوفو خففت النار طبعا تركت ان يستوي عندي على هذا هلأ شوفوا الرغوة كيف صارت عنها مادة لزجة بمصفية عم شيلة خلص بكل سهولة حتى ما بتوقع من المصفية لانه صارت مادة لزجة هون شايفين كيف منشيلة على الوش المربا شفتوا كيف تجمعت على بعضها وصارت كتلي لزجة شلت كل الرغوة عن وش المربا ما تخلوها انا ما بحبه ابدا وخليتوا نكملوا استوى لحتى استوى عندي طبعا بالنظر وراح ياخدوا شيئة 45 دقيقة شايفين لونه كيف وشايفين قوامه كيف لا تنشفوه من الصلصة ما بيصير عنكن مربا هيك كتير ممتاز بس تشوفوا الحبات شفافة والشراب هيدا فاكهة الدراء صار عنا تقيل خلص كافي طبعا المطربانات لازاز معقمة بتغلوها بماء مغلية وبتنشفوها عجنب ديقتين بس للمطربانات وعم ببدأ عبي عندي فاكهة الدراء والمطربان لزيادة دوابة شمعة بيضة كتير صورتها لكم بدون اي عطر او نكهة حطيت قماشي على وش المطربان وبس شوية قلت حررت الشمعة سكبت على وش القماشي وصارت عندي جهز وهيدا قطية بمربى دراء راح تدقوه لانه عززناه بطعم شور الدراء ما كبينوهن ابدا حرام ترموهن احنا عمرنا طريقة امي العرحمة ما كانت ترمي كتير قشور للفاكهة وتستفيد منها مثل فاكهة التفاح حتى مربى لنجاس لانه صورت الكنيام كمان استخدمنا القشور فما ترموهن بتعززوا الطعم وبتعززوا النكهة بيعطيها طعم كتير طيب وكتير اميز طبعا مع الورد مع المستيكا ومع القشور راح تحصلوا على طعم مربى بنكهات شرقية ما في دع للفانيليا بمربياتنا حاولوا تستخدموا المستيكا دايما او الورد او العطرة يعني ترجعوا للوصفات او للمكونات الموجودة بمطابخنا الشرقية والعربية يلي بتميزنا ما تضيفوا الفانيليا لانه امهاتنا زمان لما كانوا يعنوا لمربيات ما كانوا يحطوا فانيليا شو فيه عنا مواد معطرة من خيرات ربنا بالارض كانوا يستخدموها لإعطاء نكهة كتير مميزة للمربيات وهذا الشكل النهائي وصفة ولا أطيب اشتركوا في القناة